اشتركوا في القناة كريم هايبر ماركت منصة أبواب التعليمية يا أهلاً وسهلاً عن جديد تحياته لكل اللي مازاله بتابعونا عبر برنامج جوك أول برنامج طقسي شبابي متخصص بالطقس بالوطن العربي فيش داعي أعرف المعروف لا يعرف حلو وهي الطلة اللي منستناها أنا كنت زمان يعني أحط لما يجد شتا أحط صورة محمد الشاكر وأكتب اشتقنا لك يا حبيب الملايين اشتقنا لك يا حبيب الملايين حبيبي أوسام أهلاً وسهلاً فيك لو وردت وأنا سعيد جداً أني أنا بطلع معاك بالعكس أهلاً وسهلاً فيك يسعدك يعني مشاهدين العزاء رحبوا معاي بالمديرة لازم أعرف عليك بهذا المدير التنفيذي لموقع طقس العرب في الأردن محمد الشاكر محمد لا تقول لي صباح الخير ولا تقول لي مقدمات ولا تقول لي قصص شو قصة الثلج يوم الجمعة القادم صباح الخير عشان واحد باخد لبس يفكر طبعاً أول شي الحمد لله صراحة على أنه احنا بعد 15 واحد مش ملاحقين منخفضات سبحان الله كنا في وضع جوي كان جفاف لا منخفضات جوية الحقيقة آخر نماذج التنبؤات الحاسوبية هلأ شوي شوي أشرح لك أسامة شو التغييرات اللي بتسير بس بشكل عام في منخفض جوي جديد متوقع نهاية هذا الأسبوع زميلي أسامة طريفي وكادر التنبؤات بيحب يسموها الطريقة أنه فيه رياح قطبية بتقترب من المملكة مجدداً هذا المنخفض الجوي هو من الدرجة الثانية حالياً مصنف ولكنه قابل لتطور هو تحت المراقبة الحقيقي هذا الحكي اللي بحب اسمعه تمام هذا منخفض قابل لتطور سبب أنه قابل لتطور بسبب اندفاع رياح قطبية نحو المنطقة الشرقية اللي بحنا من توسط اللي ممكن اختصها للمملكة فحالياً السبب أنه هو مش درجة ثالثة أنه لساً الرياح القطبية غير متعمقة بشكل كامل داخل الحوض الشرقي بما فيها المملكة وبالتالي ينتج عن ذلك تساقط الثلجي على المملكة بينما هو من الدرجة الثانية للمنخفض من الدرجة الثانية فبالتالي هو حالياً فيه صراع ما بين الدرجة الثانية ودرجة الثالثة فيه حقيقة هذا الصراع لكن أسامة أنا حابب من خلالك بس نستعرض سريعاً النشرة الجوية الأسبوعية وتوقعاتنا هذا الأسبوع بل الضبط حتى الناس تفهم كيف التسلسل الزمني للحالات الجوية ورح نيجي بعدين بالتفصيل على يومي الخميس شوف أنا يعني أنت أتكى مني أنه أنا سبكتك بدي أجيب الخبر الصحي محمد نرجع مع بعض من يحكي عنه النشرة الأسبوعية أسامة نرجع نحكي عن الجمعة بينما يستجمع أفكاره طالع أنا طالع عن هوا وأنا هس قاري الخرار أسامة محمد بدك تتحملني أنا اعتبرني لممثل وجهة نظر الناس اللي بتتابع بيت بنعرف الزمني طيب أول إشي خلينا نستعرض مع بعض محمد الحالة الجوية لمدة أسبوع زي ما حكيت تفضل يعني شوف أسامة اليوم صراحة اعتبارا من اليوم وبكرة الاثنين والثناثة فيه تراجع للكتلة الهوائية الباردة اللي سيطرت على المنطقة يعني شفنا أجواء كانت جدا باردة خلال الأيام الماضية وزي بجزء ما الناس بتشوف اليوم مثلا درجات الحارة حوالي 11 درجة مئوية في العاصمة عمان لكن الأجواء مشمسة بشكل عام في أغلب مناطق المملكة لو رحنا حتى على يوم الاثنين رح نجد أنه فيه كمان ارتفاع آخر على درجات الحرارة وهذه درجات الحارة يوم الاثنين بيكون في عنا المزيد من الارتفاع نتيجة أنه هذه الكتلة الهوائية الباردة عم تنسح والأجواء مشمسة يعني 13 درجة مئوية مثلا درجة الحارة العظمى في العاصمة عمان حتى يوم الثلاثاء لو منشوف كمان مع بعض على الشاشة منلاحظ أسامة أنه كمان من الأجواء مستقرة أجواء مشمسة باردة ما منحكي أن الأجواء غير باردة هي درجات الحارة حول المعدلات المعتادة يعني حتى لو رحنا ليوم الأربعة رح نلاحظ أنه حتى فيه كمان المزيد من الارتفاع وهذا سبب بالمزيد من الارتفاع يوم الأربعة درجات الحارة هو ناتج عن جبهة هوائية دافئة تعبر سماء المملكة وأجواء المملكة في قدمة المنخفض الجوية كل منخفض أسامة فيئله جبهة دافئة وجبهة باردة فالجبهة الدافئة المنخفض الجوي المتوقعة لهاية الأسبوع تكون يوم الأربعة فإذا ما نلاحظ عمان 14 ربط 15 حتى العقبة 25 ظهور لكميات من السحب والأجواء مستقرة يوم الخميس سيكون في عنا عبور للجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي بمشيئة الله طبعا المتوقع أن يكون في عنا الخفاض في المنطقة الشمالية 11 درجة في جبال الشراء 9 درجات في العقبة بتنزلها 21 في الرويشد 16 درجة مئوية وبتتهيئ الفرص لهطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة آخر المؤشرات بتشير إلى أنه ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة رح يتعمق تأثير هذا المنخفض الجوي ورح يكون في عنا الخفاض ملموس آخر على درجات الحارة تصل درجة الحارة في العاصمة عمان درجتين مئويتين في جبال الشراء 8 في إربد 7 درجات في البادية الجنوبية 10 درجات مثلا في الرويشد 17 في العقبة وعندنا جو بارد وغائم وماطر نستطيع أن نقول أن التقس شديد لبهودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ونستطيع القول أن فرصة تساقط الثلوج والدة بشدة فوق المرتفعات الجبلية العالية حاليا نحكي عالي يعني فوق 1100-1200 متر هل ممكن سير 1900؟ ممكن عشان هيك هذا منخفض هذا الحكي أنا هذا الحكي اللي ببسطني وبرفع لي هرمون السعادة مليون عيد محمد احنا عيد مرة ثانية عشان يكون واضحين أيوة ليلة الخميسة على الجمعة أنا بدي أحاول أحفظ كلماتي عشان ما أغنطش ليلة الخميسة على الجمعة في أمطار تعمق للمنخفض في عنا تساقط فلجي يعني بفرصة عالية على المناطق الجبلية العالية خاصة اللي بيزيد ارتفاع ما بين ألف ومية لألف وميتين متر احنا بنحكي عن ألف ومية ألف وميتين متر هذا المبين احنا في عنا خمسة أيام أو أربعة أيام صحيح صار في فرصة عالية أجل من الألف ومية في احتمال وأيضا جيد أنه تمتد إلى مدول الألف ومية متر تسعمية وألف ممكن هلأ أنا وياك أو أرجيك ليش نرسم على اللوح معظم هذا اللي بدنا يعني انت جبت الوايت بورد هون رح تقوم محمد وترسم للمشاهدين حاليا السيناريوهات المحتملة صح أو ممكن شو محتمل عشان احنا كمان منحب انه احنا نحكي للناس انه احنا عم نتوقع حلو ولكن هذا التوقع أمامنا مثلا السيناريو الرقم واحد أو أمامنا الاحتمال الرقم واحد وأمامنا الاحتمال الآخر أنا بعرف انت قدي محبتك للمنخفضات الجوية جدا وبلش أتعرف يعني قدي انت بتحب الثلج وقدي عندك شغف بهذا الموضوع فيعني بعرف انك انت بتتمنى الثلج زي ما بتمنى كل المواطني الأردنيين زي ما بتمنى أنا شخصيا ولكن كمان في عنا احنا علم وفي عنا منطق وفي عنا اكيد هذا كله بيجي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى فرح نطلع محمد معك ورح تقوم على الوايت بورد عشان نشوف احنا والساد المشاهدين ايش السيناريوهات المتوقع على منخفض يوم الجمعة هل ممكن نشوف عمام بيضة هل ممكن نشوف المرتفعات الجبلية الأقل من ألف أو الأقل من ألف ومية أو ألف ومتين متر يعني غرب عمام نعم غرب عمام بالتحديد وان شاء الله يعني احنا زعلانين ننزل على الزرقة وعلى شرق عمام ما ما فيش مشاكل فأنا محمد الكاميرا معك والمايك معك بدنا طيب نعرف الاشياء والسيناريوهات المحتملة محمد معانا سريعا يعني انا ارسم طبعا رسم سريع فما يعني ما تحسبوني على الحدود بالضبط أنا قاعد عم برسم فقط خريطة مية جغرافية هذه هذه البحر الأسود هذه اليونان تمام هذه إيطاليا ما تحسبوني بالضبط على الحدود هذه إسبانيا بس احنا بدنا اشي تقريبي عشان نقدر مية بالمية وصل لنا الصورة تمام هذه الجزيرة العربية تمام أنا هي خلصت رسم المملكة تقى في شرق البحر أبن الوسط في هذا المكان بهاي النقطة اللي أنت غمتها باللون البرتقال مية في المية تمام هلا اليوم الجمعة أو الخميس حتى من اعتباره من يوم الأربع أو اسامة في هاي المنطقة تقريبا مرتفع جوي عم بتمركز تقريبا في منطقة الجزائر المغرب حتى على جنوب إسبانيا في هاي المنطقة في عنا مرتفع جوي مركزه جيد جدا وطريقة تمركزه ممتازة جدا صراحة هذا التشكل لهذا المرتفع الجوي عم بيخلي فيه زي ما نحكي تيارات هوائية أطلسية وقطبية في ذات السياق عم تندفع وبتدفع نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط زي ما احنا شايفين بهذا الأسلوب تمام هلا سبب التغييرات اللي بتصير أحيانا إنه ليش مثلا يكون في عنا ثلجة التسعمية أو ثلجة الألف ومية مثلا الهواء البارد المملكة بيكون مثلا ثلجة على ارتفاع ألف متر على سطح البحر لو هذا الخط نزل أكثر للجنوب صار تحت هذا الخط مثلا بيكون على ارتفاع تسعمية متر وهكذا فهذا هو تدرج الهواء البارد اللي بيصير ليش بيصير فيه تغييرات لأنه النماذج العددية اللي بتستشعر حركة هاي الكتلة الهوائية دايما بيكون ثقتها منخفضة أو قدرتها منخفضة في المنطقة اللي بيحرصمها هلا باللون الأخضر هاي المنطقة هي تقريبا منطقة الجزر البريطانية وفرنسا هاي المنطقة تقريبا هاي المنطقة منقدر نحكي إنها مناطق كثيرة تتغير بشكل كثير كبير دايما في تغييرات والنماذج العددية اللي بيطلقوا حركة الكتل بتكون متغيرة يعني ما بتكون ثابتة فبصير كل تحديث عم بنزلوا هاي الخرائط مختلف طب شو تأثيره عنا إذا المرتفع الجوي هاي طلع أكثر نحو الشمال في هاي المنطقة وكان فعلا اشتغل كحاجز ضد الرياح القطبي اللي رح حصير إنه هذا الخط على سميثال بيطلع حولين هذا المرتفع ونزوله بيصير أعمق للجنوب فبالتالي بيصير فهو بارد أكثر تدفقا للجنوب على الجانب الآخر لو هذا المرتفع الجوي نزل لتحت بسبب إنه فيه عندنا طيارات أطلسية قوية أو دفعت هذا المرتفع أكثر لتحت اللي بيصير في هاي الحالة إنه الهواء البارد ما بيتموج بالتالي بظل دغري ماشي بيصير على شكل طيارات أفقية وما بنزل لتحت فبسيكون عندنا الهواء البارد محشور في طبقات الجو العليا فاللي عم بيصير حاليا معنا إنه إحنا عم نراقب تحديدا يعني عين معظم المتنبئين وهوات الطقس تقع على هاي المنطقة عم نشوف إذا المرتفع طلع معناته منخفض نزل بالقوة الجيد والسيء في هذا الموضوع إنه هذه المنطقة غير ثابتة يعني هاي منطقة نشاط أطلسي جدا كبير فبالتالي كل تحديث هاي المنطقة عم تتغيى وبتأثر مباشرة على شرق البحر الأبوال والتوسط لكن اللي تقريبا ثابت إنه المرتفع متمركز في منطقة جيدة جدا وطريقة تحرك الهواء البارد يعني تضمن على الأقل مناطق المرتفعات الجبلية العالية على أقل تقدير إنها يوصلها تساقد ثلج مية بالمية طبعا هذا محمد كمان بيفسر يعني خلينا نحكي التخبط اللي بالنماذج حالية ممكن نقدر نحكي يعني إحنا بنحكي عن النموذج الأمريكي مبارح كان معطي مؤشرات جيدة لدرجة أنه التطبيقات اللي خاصة بالطقس على التلفونات بشكل عام أعطت أنه فيه ثلوج على عاصمة الأربعية عمان بس يمكن خلينا نحكي اليوم التحديثات تختلف يمكن التحديثات تروح للأسوأ مثلا أو التحديثات تروح للأحسن فهذا اللي عم نحكي فيه هذا اللي عم يسبب الإشعاعات محمد يعني أتوقع ملخص الحكي اللي إحنا ممكن نقدر نحكيه إنه مازال الموضوع تحت المراقبة مازال مازلنا بانتظار إنه المرتفع مع رشد صح التعبير يتغول أكثر للأعلى عشان المنخفض ما يسحب البرودة والبرودة كلها تنزلك عنا مع التيارات الأطلسية يعني أسامة أنا بس استكمالا لكلامك بدي أرجع أرسم سريعا اللي بيصير بين النماذج الجوية العددية واللي بتكون هي عبارة عن فروقات يعني ما بين ما بين بعض من بعض وهذا طبعا بيخلق برضو الفروقات في التوقعات بين التطبيقات المختلفة صحي واللي موجودة على هاتفنا الذكية أنا رجعت رسمت مرة تانية بعض خريطة سريعة جدا ما سامحوني على الحدود النماذج الجوية العددية لها أنواع لها طرق حسابية في كيفية استشعار تحركات المرتفعات ومنخفضات فلو بدي أرسم خطة ثلجة على عمان على سبيل المثال كل نموذج جوي ممكن يشوفه مختلف حسب ذكرتي أنه خلال تقريبا الـ 24 ساعة الماضي التحديثات كان عندنا أحد النماذج العددية تضع غرب العاصمة عمان ضمن نطاق الثلج نموذج جوي آخر عددي أيضا كان يضع بهذا الأسلوب بعيد عن العاصمة عمان فيه نموذج عددي آخر ثالث كان يضع الخط بهذا الشكل تمام وبتالي كل شرق متوسط ضمن تساقط الثلج على ارتفاعات متوسطة فكمان فيه عندنا نماذج أخرى عم تضع بهذا الشكل تقريبا فعندنا هذه بالآخر تترجم إلى سيناريوهات مختلفة كل ما زادت أعداد السيناريوهات تزاد الاحتمالية لسيناريو معين أغلب السيناريوهات الترجم إلى أن حاليا المتوسط خلينا نحكي قبل أن نحكي الأغلب المتوسط نتكلم عن ألف لألف ومئة متر لكن عدد السيناريوهات ما زال يكون فيه تزايد أنه يكون فيه أكثر تبريد وأنه هذا المرتفع الجوي اللي موجود في هذه المنطقة يطلع على الشمال هذا شرح مبسط طبعا مش تبرير لاختلاب التنبوات بس ليش بيكون فيه اختلاب بالتنبوات الجوية إحنا ممكن نقدر محمد حاليا نعطي نسبة مئوية معينة لثبات النماذج أو نسبة مئوية معينة لسيناريو أنه نشوف عمان بيضة وبدي أسأل هذا السؤال ونحكي إذا نشوف عمان بيضة هل في عنا يعني هل هو منخفض قطبي سريع التأثير ولا مثلا التوقع يكون فيه جبهة وممكن فيه جبهة ثانية تدخل بدنا احتمالي وبدنا نعرف شو السيناريو اللي أنت ممكن تحس أنه هو الأقرب لأنه يكون على أرض الواقع بعد مشاءة الله سبحانه وتعالى بإذن الله بدي أبلش معك من سؤالك الثاني دائما تقريبا أو خليني نحكي بصورة مناخية وجود المرتفع الجوي بهذا المكان في عنا أكثر المكان ليتشكل مرتفع ليندفع هوا قطبي على المملكة في عنا مرتفع عن جهات إسبانيا في مرتفع في وسط أوروبا في مرتفع في شمال أوروبا هذه المواقع تقريبا هي اللي بتسبب تدفق الهواء القطبي للمملكة لكن في هذه الحالة المرتفع عندما يكون تمركز في جهات إسبانيا بتكون التيارات سريعة لأنها في جزء منها أطلسي سريعة جدا فبالتالي الجبهات تكون على شكل جبهة ثلجية مثال على ذلك 19-1-2019 16-1-2019 جاءت جبهة ثلجية تراكمت تروج 10-15-20 سانت في غرب عمان ثاني يوم ما كان في شيء لا يعني أنه ذلك حيكون بالضبط السيناريو ولكن مركز هذا المرتفع ليس إلى الشمال بشكل كبير مما يجعل أنه المنخفض أو الموجة بشكل عام القطبية أو الجبهة القطبية سريعة جدا لا تستطيع أن تنفصل عن الجبهة الأم هناك بعض السيناريوهات لما المرتفع يتأمق جدا للشمال يقطع الهواء القطبي الإمداد بيصير في قطع من سميه قطع قطبي مثل أليكسا نعم واستمرت بالدوران فوق المملكة اليومين وثلاثة هذا مستبعد في هذا السيناريو حاليا في الوضع الحالي ولكن ما هو واضح بأنه لدينا جبهة سريعة منخفض جوي سريع لكنه فعال يكون عالي الفعلية وهو متأرجح بين ثانية وثالثة والعاصم عمان تحديدا الغربي العاصم عمان هذه المرة متأرجحة بفرصة الثلج أفضل طبعا مخفضات الماضية وأي حركة هون الوضع جدا حساس أي حركة المرتفع للشمال نحكي عن تحسن جدا كبير أي انسحاب للمرتفع وعدل استشعار صحيح للنماذج العلدية للأسوأ وهذا كله بيبين خلال يومين يعني مش الموضوع أنه لقبل خلال يومين بيكون عنا وضوح تقريبا هل المرتفع نسحب للجنوب وبالتالي الطيارات الأطلسية تصبح سريعة جدا أو غربية بشكل يمنع النزول الهواء البارد إلى مناطقنا يا رب خير إن شاء الله أنت مجوكنيش على السؤال تبعى الاحتمالية اه احتمالية لا بجاوبة حاولت أنفيد منه بس معرفتش ما تقدر تفيد مني بحربي أنا بدي أقول لك كاحتمالية بجوزة وبدأ أفكر فيها بشكل سريع لو بدي أعطي احتمالية لغرب العاصمة معمان بقدر أقول أنه الاحتمالية حاليا 40% ل50% فقط 40% ل50% هذه الاحتمالية مرشحة للارتفاع المناطق العالي الاحتمالية تتجاوز 70% طبعا بمشيئة الله مرة ثانية المنطقة هذه منطقة جدا حرجة في نماذج العددية واستشعارها لا يكون سهل يكون لك تغيرات جذرية وهذه تغيرات مباشرة بتأثر على منطقتنا أحيانا أسامة في حالات احنا شهدناها في السابق كانت النماذج تضع منخفضات قطبية متكاملة على شرق المتوسط بنفس هذا النمط وفي يوم في ضوء في ضوء بالليل صحيحنا على النماذج لقينا المرتفع متراجع جبهة قطبية قوية جدا تعبر غرب أوروبا كل هواة انسحب للأعلى واختفت من الخرائط لكن نتأمل خير مش بهذا المرة هذا العكس اللي بدي أنا أحكي من خلاله للمشاهدين اللي عم بتابعونا لكل الناس يعني انتظروا المفاجأة عاصفة قادمة وما منتعلم مشكلتنا وانا عم بشوف كمان محمد على هاي الصلحات احنا منحترم كل الهواة منحترم كل الناس اللي بالمجال التقصي ولكن برضو منحب انه باقي الناس الهواة أو اللي الناس بتعطي معلومة تقصية يعني على موقع التواصل الاجتماعي انها شوي برضو تكون فهمة انه الموضوع هذا بالنسبة للناس موضوع حساس كثير موضوع ما اخذ اهتمام الناس بشكل كبير فانت لما تعش من الناس وتعطي انه والله في عاصف ولا في ثلوج قادمة على احتمالية 40-50% لثبات النماذج محمد هذا الاشي انا اتوقع انه مغامرة نوعا ما ومغامرة منحاول ان نبعد عنها ويعني منحاول انه زي ما شفنا بتقصي العرب قدر الامكان قدر الامكان وضحنا الصورة حاليا للناس انه متوقع يكون في عنا ممكن اعطيها الخلاصة بطريقة انا متوقع يكون عنا ثلوج ولكن احتمالية تراكم هاي الثلوج احتمالية تدني حطول هاي الثلوج لألف وتسعمية وتمانية وسبعمية ما زالت بطور 30-40-50% باحسن حالاتها يومين لقدام النماذج بتستشعر بشكل احسن وبشكل اضق هذا اللي بدنا نحكيه للناس شاء الله يا رب بس تعقيبا على التعليق على كلامك يعني بشكل عام انا بستمتع دائما في أي شيء يدخل في علوم التقص هبقرأ معظم هواة التقص في الأردن وخاصة في هيك مجموعة شباب تكتب بطريقة علمية وأنا دائما الإنسان يعني علمه ما بنتهي بتعلم من الناس وبتعلم من كل هواة التقص ومن الأخصائيين كمان سواء في دارة الأرصاد أو متقاعدين أو غيرهم زي ما حكينا سابقا احنا هدفنا الأساسي انه نوصل معنومة صحيحة ومن خيالك أسامة احنا كثير حبينا هذا البرنامج وفكرته من خيالك لأنه رح نقدر نبلش نوصل المعلومة بطريقة جديدة وليش بيكون في تغييرات صحيح ولما بيكون في أي أخطاء أو إيجابيات رح نحكي عنها محمد إن شاء الله وإحنا نذكر دائما كمان نذكر احنا ضمن علم ببدايته أو فيه كلمة دائما الرئيسية هو علم التوقعات صحيح يعني نحكي عن إشي ما اعتمد على مودلز ما اعتمد على مادج عددية موجودة بأكثر من نوعية احنا فيه داتا عندنا نقرأ الداتا وعلى أساسه نعطيكم النشر الجوية المحتملة احنا بجوز بالمنطقة العربية والدولة العربية لم نملك هذا التطور الكبير بهذه الأجهزة اللي يعطينا التوقع أقول لك أنا والله متوقع مية بالمية أي توقع دائما في النشرات منحط هذا والله أعلم فدائما الله أعلم وأعلم فاحنا ما بنعرف احنا عم نحكي عن علم متغير عن معطيات متغيرة عن داتا متغيرة فهاي كمان دوصلها للناس انه الناس تقول لك نشرتكم غلط والله أنا قاعد بيتي ما ثلجت وانت قلت لي مرتفعت راح تثلج كل واحد دياما نثلج على باب بيته وما بلو من الناس ان الناس عندها شغف ومتشوق لموضوع الثلوج ولكن احنا دائما نعرف انه احنا المعلومة الجوية حتى بأكبر البلدان انا يعني قرأت انه هو بعطي التوقع وبعطي به والمواطن فاهم انه هذا التوقع بيكون فيه منه 80%-90% احتمالية انه يصير وفيه 20%-30% احتمالية انه ما يتحقق فاحنا على اساسه منحكي للناس ومنحذر الناس ومنوصل صورة للناس دائما لما نحكي انه احنا نحذر من خطر تشكل السيول مش شرط انه يكون فيه سيول لكن انا بحذرك عشان تأخذ حذرك فيما لو شاء الله سبحانه وتعالى انه يصير هاي السيول هذا المحب نوصله للناس والصورة المحب نوصلها للناس صح هو درهم وقايا خيره من قنطار علاج وشهدنا لأسف حوادث كثير كبير في هذه الفترات الماضية بس الوعي بالمجال الارصاد رائع انا جدا سعيد وفخور بالناس انه صار فيه وعي كثير كبير في مجال الارصاد الجوية كثير بحب مبدأ انه تقس العرب الى حد المعين قاد مسيرة في التطور التكنولوجيا الخاص في التقس للناس كلها وحب الارصاد زمان كان واحد يستحيحك انه هاوي ارصاد اليوم بالعكس بولك الهاوي تقس فانا مبسوط جدا على هذه المعلومات او اللي توصني دائما من الناس ساعد انه طبعا اعتقد صار فيه تحسن في الثقافة الارصادية لأسف بعد حارة تحسارت ولكن فيه تحسن كتير كبير طيب انا الي عندك سؤال متمنى انه نجاوب بصراحة على الهواء مباشر هذا السؤال انا دائما بنتسأله بقول لك محمد الشاكر ايام زمان كان يطلع قبل تمن تسعة ايام يقول فيه ثلجة جاي على الاردن حلو هاي الثلجة بعد تسعة ايام فعلا تيجي زي ما حكى وزي ما توقع ليه هلا صرت وتقلل المدة ليه هلا صرنا نحكي عن قبل يومين ثلاثة ونحكي عن دقة مع انه زمان قبل تسعة عشر سنين محمد كنا نتابعك على مواقع الاعلامية او على الاماكن الاعلامية يطلع محمد يقول احنا امامنا ان شاء الله بالاسبوع القادم منخفض راح يأثر ويكون ايضا فيه تحديد ارتفاعات شو مصار مع ابو الشاكر نعم ما صار ايش معي ما صار نعم مع مين صار الاشي سببين شوف صحيح لتريب تحكي انا قاعد انا متذكر السبب الاول الاساسي صراحة من تقريبا ستة وسبعة او حتى ثمان سنوات حتى من قبل بجوز من ايام عاصفتي هدى وجنى ما اجا على الخرائط منخفض جوي احنا منسميه كمتنبئين مهما ضعف بيجي ثلج اها تمام يعني احنا ما وصلنا لهاي المرحلة يعني للأسف انه احنا منخفضات كلها اللي عم تيجي عم تيجي على الحفة صحيح تمام ومسكولة لما بنحجي بنحكي عن الحفة يعني كل ما بتتراجع ولهي بتصير مطع قبل سبعة وثمان سنوات هاي ام مات جوي بتتكرر بتلاقي منخفض حال تلجع البحر الميت بتضعف بصفة العمان فانت خلص مهما حكيت امورك تمام امورك مية بالمية السبب الثاني صراحة اسامة هو في مسئولية يعني احنا منشعر الآن بسبب بجزء الوصول كثير اكبر ملايين يعني نحكي عن احيانا بوصل عدد الناس اللي بتتابعك سبعة وثماني مليون في داخل المملكة انه انت لما بتحكي هالمعلومة بتأثر على كل الاعمال سواء بنحكي على مدارس على زراعة على حكومات على اعمال وتعرضنا لبعض المشاكل انه احنا لما حكينا ووقفت البلد وبعدين ما ايجي تلج كانت مسئولية كثير كبيرة فبالتالي هلأ عم نحاول نعطي المعلومة الجوية المفيدة الدقيقة في وقتها لو شفنا اليوم ان شاء الله نشوف انه فيه منخفض بعد عشر ايام مهما ضعف حيكون تلج على العمال حيث قينا نطلع نحكي انه فيه تلج بعد عشر ايام بس لليوم ما ايجانا هذا المنخفض اللي نشوفه على الخرائط وانه مهما ضعف منحكي عن ذلك سيدي ليس المهم ان تكون الاول ولكن المهم ان تكون على صواب هاي اول قاعدة اتعلمناها بالصحافة والاعلام مش صح انك دايما تجيب الخبر الحصري ولا صح انك دايما تجيب السكوب انه يلا الله تعال مهمني اكون على صواب وهذا اللي بحكي دايما انه تأخرتوا وينكم يزم الكل الناس تحكي تلج انتوا ليه ما حكيتوا انا ما بحكي لانه انا في عندي ملايين عم بتتابعني واجزت الدولي كلها قائمة على المعلومة الجوية اللي انا ممكن عم بعطيها عشان استعداداتها و الى اخره فهذا اللي بحتم علي انا حتى لو كنت عارف المعلومة الصحيحة قبل بيومين ولكن ممكن استنى يومين عشان اتأكد انها صحيحة بيم مية بالمية وانا تسبب ارباب للناس بالعكس اعطتوا شيء صحيح يعني مية بالمية وهذا هو السبب التاني الحقيقي انه الوصول العالي اللي صار ثقة المسؤولية اسامة احنا احنا ما بنحكي عن ثلج تصدقني الشباب بتصير مش قادر تنام من الخوف صح يعني انت مجرد تعرف مثلا الطريفي الدجاني من نام في المكتب من خاف خلص صار فيه خوف صح ودائما خاصة انه هذا مشيش بايدك في نهاية الامر فعن نحاول دائما نعطي المعلومة وقت مبكر بس اذا واثقين فيها حتى لا تستسبب بأي ارباك او تفسيرات احنا تؤدي لأرباك مية بالمية الله يجيب لي في الخير دائما محمد تكون الامور مية بالمية ان شاء الله نشوف ثلت وان شاء الله انا انتظر طلة محمد الشاكر هو يقول مشاهدين الاعزاء اهلا وسهلا فيكم بالنشر الجوية منخفض قطبي يؤثر على مملكتنا ان شاء الله ثلوج متراكمة على ثمانمية وفوق اتمنى يا رب ان شاء الله او سبعمية والزرقة اهمية او في اغلب ملاطق المملكة او في اهي مهمة انا صحابي في الزرقة بيحكوا لهم ما بتحكي في اغلب ملاطق المملكة خلاص احنا في نسبنا بكرة ثلاث يا رب الله يجيب لي في الخير اتمنى رح نضل معكم مشاهدين اعزاء اولا باول بالمعلومات الجوية وبالمعلومات التقصية خليكم متابعين طقس العرب دائما اول باول يعني ومع طقس العرب دائما اول باول الله يجيب لي في الخير علينا وعليكم دائما رح نطلع على فاصل ونرجع عشان نختم معاكم خليكم معنا لا لا حظك مش معك مع عروض 404 المصممة بس لإلك مو محتاج حظ اتصل على نجمة 404 مربع او حمل تطبيق امنية واختار العرض لبناسبك امنية انتمي هذا البرنامج بالاشتراك مع امنية وبرعاية المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت منصة أبواب التعليمية شركة بستامي اشتركوا في القناة